أكد رئيس حزب التحليل المصري ممدوح عبد الحكيم أن القضية السكانية يعاني منها المجتمع خاصة مع زيادة المطرنة جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني النهاردة اليوم الختام للأزواج الثاني للحوار الوطني النهاردة المحور المجتمعي يتقسم إلى قضيتين قضية التعليم قبل الجماعي والقضية الإسكانية نحن كحزب التحليم مصري حاليا في الجلسة الأولى بشارك في القضية السكانية والقضية السكانية حضرتك عارف أنها قضية كبيرة جدا بيعاني منها المجتمع خاصة زيادة العدد السكان وبالناقش النهاردة في الزواج المبكر وكيفية الحلول البداء اللي يكوف من حد الزواج المبكر اتنين طبعا عدد الإنجاب وده بيتلخص في قضية السكان